بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعه ذا إخوة الكرام أخواتي الكريمات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الاقتصاد الإسلامي حول المضاربة الشرعية والمضاربات التي تقع في البرصات العالمية المضاربة الشرعية عقد مهم من العقود الجامعة بين من له خبرة وبين من له مال نحن عندنا الشراكة العادية شركة الأموال الذين يقومون بتكوين شركة مالية وهم بأنفسهم أصحاب الأموال وفي نفس الوقت هم يديرون ولكن في المضاربة الشخص لديه مال ليس لديه الخبرة الكافية للاستثمار وإدارة هذه الأموال فيلتج إلى شركة أو إلى بنك أو إلى شخص فيصبح هذا الشخص أو البنك يسمى مضاربا وصاحب المال يسمى رب المال اتفقون فيما بينهم على استثمار هذه الأموال سواء كان استثمارا مطلقا شاملا لكل الأنشطة التجارية أو أنه مقيد بنوع معين من أنواع التجارة كلاهما جائز ممكن رب المال يعطي الحرية للمضارب بالاستثمار المطلق وممكن أن يقيده بشيء كما فعله سيدنا عباس رضي الله تعالى عنه حينما كان يتعامل مع الشخص المضارب يقيده بأن لا يشتري من مكان الفلان وأن لا يشتري مثلا الأشياء التي فيها مخاطر وفي البداية هذا العقد الذي يسمى عقد المضاربة لا بد من توافر الشروط والأركان بحيث يكون رب المال متمتعا بالأهلية وكذلك المضارب بالإضافة إلى صيغة العقد القائمة على الإجابة والقبول وبالتأكيد الآن لا بد أن يكون مكتوبا وإن كان يجوز أن يتم عقد المضاربة شفويا ولكن حفاظا للحقوق كما أمر الله سبحانه وتعالى به لا بد أن يكتب التفاصيل ومن أهم الشروط والبنود التي يجب أن يتضمنها العقد توزيع الربح المحقق فيما بينهما حسب نسبة متفق عليها بين الطرفين يعني مثلا خمسين وخمسين خمسين للمضارب وخمسين لرب المال من الربح المحقق أو ستين وأربعين أو سمعين وثلاثين أو حتى تسعين وعشرة حسب الاتفاق فيما بينهما ولكن الذي لا يجوز هو لا يجوز أن يكون هناك تعهد من المضارب أو الشرط من رب المال بأن يكون الربح مثلا نسبة من رأس المال هذا لا يجوز يحول نسبة لو قلت مثلا أعطيك مئة ألف سنويا أنت تعطيني أشرة بالمئة أو خمسة بالمئة من نسبة إلى رأس المال هذا هو عين الربح لا يجوز لابد أن تكون النسبة من الربح المتحقق وأيضا لا يجوز أن تكون هناك شروط مثلا تقطع هذه المشاركة مثل الشخص يقول أنا ضامن لرأس مالك لا يجوز أو ضامن مثلا لخمسة بالمئة من الأرباح هذه الأشياء لا يجوز لأن الشريعة بالمناسبة تحمي الطرفين قد يقول قائل أنا راضي وهو راضي لماذا الشرع يمنع الشرع يمنعك يمنعك من المضرة يمنعك من المفسدة الآن أنت متحمس لكن طيب إذا أنت ما حققت خمسة بالمئة بل خسرت كيف تحقق هذا شوف يكون مصيبة عليك وعلى أهلك وأولادك والشريعة الإسلامية حقيقة وضعت المضاربة في ميزان دقيق كبقية عقود العقود الإسلامية كل أقد إسلامي حسب دراستي هو يقوم على كفتين ميزان له ميزان له كفتان سبحان الله كل كفة إن صح التعبير فيها حقوق واجبات لأحد الطرفين أو إيجابيات وسلبيات وهكذا الكفة الثانية فمثلا بالنسبة لرب المال في كفته يعني مصلحة كبيرة جدا وهو أنه يستفيد من خبرة هذا الرجل الخبير أو من خبرة هذا البنك الكبير وهو الرجل لا يستطيع أن يستثمر هذا جانب إيجابي ولكن عليه سلبية لا يجوز له أن يشترط ضمان رأس المال على البنك أو على المضارب إلا لحالات التعدي أو التقصير إهمال أو مخالفة الشروع هنا ننظر إلى الجانب الآخر أيضا مضارب في كفة إيجابية وسلبية الإيجابية أنه يستثمر هذه الأموال ويكتسب منها الربح وأيضا ليس ضامنا إلا لحالة التعدي والتقصير ومخالفة الشروع السلبية هي أنها في الوقت نفسها أن هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا رجل واتفقوا مثلا على خمسين خمسين وحققوا أرباح هائلة فإن هذه الأرباح الهائلة التي حققها المضارب يجب أن تقسم ويفقى النسبة المتفق عليها أو يعطي خمسين لو فرضا خمسين ألف خمسة وعشرين ألف ولا إذا مية بخمسين ألف فهذا جانب إن صح التعبير فيه شيء من السلبية وهكذا تعادلت كفة الميزان بالمناسبة في الربا تختل إحدى الكفتين تكون كفة المرابي فيها كل المصالح للمرابي والمسكين المقترض عليه كل السلبيات وهنا اختل الميزان وسمى الله سبحانه وتعالى الربا ظلما وسمى الله سبحانه وتعالى المضاربة بهذا العقد الشرعي بل ذكره الله سبحانه وتعالى في بداية السور ذكره مع المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى مضاربة عقد شرعي جيد يحقق الخير للمجتمع ولأمتنا الإسلامية والبنوك الإسلامية بالمناسبة تتسلم الودائع وحسابات التوفير على أساس المضاربة الشرعية لأنه إذا لم يكن هناك المضاربة الشرعية تتعطل هذه الأموال لدى هؤلاء الذين لا يملكون القدرة على الاستثمار وكذلك تتعطل جهود هؤلاء المضاربين فإذن كما يقال تتعطل الموارد المالية وتتعطل كذلك الموارد البشرية وهنا خلل كبير جدا في الاقتصاد لكن عن طريق المضاربة الشرعية المنضبطة تتحقق إدارة الموارد المالية كما قلنا من خلال الخبراء وكذلك إدارة الطاقات الفكرية والخبرات العملية عند هؤلاء المضاربة اليوم البنوك الإسلامية بالمناسبة تستثمر تقريبا مئات المليارات حقيقة يعني كل ما يدخل نحن عندنا في القاعدة البنوك الإسلامي عندها أموال يسمون أموال ذاتية وهي أموال المساهمين ولكن أموال خارجية كلها تأتي عن طريق الحساب الجاني وهو قرب حسن فقط ولكن بقية الحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأجل طويلة الأجل كلها قائمة على هذه المضاربات وفيها كما قلت عشرات المليارات من الدولارات وتحقق كذلك ما شاء الله مليارات من الأرباح لأنفسها وكذلك للمساهمين أو مشاركين أو المدعين في هذه الحسابات ومن هنا حقيقة نركز على أهمية هذه أدوار الإيجابية لعقد المضاربة الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفرق بين المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة وهذا مهم جدا كلتا هما تسمى مضاربة لكن المضاربة الشرعية أصلها من الضرب في الأرض لأجل تحقيق الربح من خلال الجمع كما قلت وأشرت بين الخبرة والمال أما المضاربة في البورصات فهي حقيقة تقوم على أساس نوع من المغامرات إن صح التعبير والمخاطر العالية وبخاصة إذا دخل الشخص في عالم ما يسمى بالعالم المستقبليات كما يسمون فيوتشارس أو خيارات أو سواب أو مارجن أو بيع المكشوف هذه الأشياء حقيقة فيها مخاطر عالية بإجماع الاقتصاديين حتى بعض الاقتصاديين الكبار الذين نالوا جائزة نوبل يسندون كثيرا من هذه المشاكل الاقتصادية إلى هذه المضاربات التي تحدث في البورصات وهي ليست مضاربات شرعية وهنا تأتي مخاطرها العالية أما المضاربات الشرعية حقيقة مخاطرها في شيئين فقط وعلى إخواني وأخواتي أن ينتبهوا أخطر شيء في اختيار الشخص أو البنك أو المؤسسة التي تقوم باستثمار أموالك هذه خطوة مهمة جدا ومع الأسف الشديد راحت يعني ملايين بل مليارات من الدولارات بسبب عدم التأكد من هؤلاء الذين يستثمرون هذه الأموال سواء أكانت شركات وهمية أم أفرادا تحايلوا على هذه الأمور وبخاصة يعطون الأرباح الهائلة مثلا سنويا خمسين بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة إلى آخرها فهذا حقيقة أولا غير شرعية ثانيا فيها حقيقة يعني ذهاب للأموال وإضاءة للأموال والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله نهى عن إضاءة المال فلذلك التأكد ولا نتعامل لا يجوز لنا أن نتعامل إلا مع الشركات محترمة ومحترفة وفي تخصصها وحينما نتعامل نسأل أهل الذكر وأهل العلم وأهل الشرع وكذلك أهل التخصص في هذا المجال إذن هذه المخاطر كبيرة جدا ولكنها تزول كما قلت من خلال الاختيار الأحسن والسؤال والبحث قبل أن تقدم مراتي قولي آخي بس تضع خمسمية وكذا تضع خمسمية بسيطة لكن هذا يجر تجر رجلك إلى ألف ومن ألف إلى ألفين ومن ألفين إلى كذا وإلى آخره ثم تنتهي بخصائر كبيرة جدا ومعظم أموالك أو كل أموالك قد ذهب أدراج الرياح الأمر الثالث حقيقة هو لا شك عندنا بالتأكيد عقد المضاربة فيها شيء من المخاطر لكن مقبولة خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار نوعية الشخص الذي يقوم بالمضاربة الشرعية وبخاصة إذا كانت هذه الشخصية على مستوى الشركات الكبيرة المحترمة وكذلك أو البنوك الإسلامية وبالتأكيد من أهم شروط المضاربة أن تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يكون فيها مخالفات في هذا المجال هذا حقيقة سؤال مهم جدا يوضح لنا المخاطر الكبيرة بالنسبة للمضاربات في الأسواق المالية في البرصات المالية وكذلك مخاطر كبيرة في المضاربة العادية إذا لم نأخذ بنظر الاعتبار يعني الشخص الذي يقوم باستثمار أموالنا هناك حقيقة يعني سؤال أو تساؤل آخر حول هذه المسألة وهي يعني مسألة الزكاة وقضية المضاربة هل تجب الزكاة في الأموال التي نضارب بها يعني مثلا حضرتك أو دعت مئة ألف دولار ولا ريال ولا أي عملة في أحد البنوك الإسلامية أو في إحدى أشتركات المحترمة المحترفة وحققت لك ربحاً عشرة بالمية خمسة بالمية وصارت مية وخمسة في آخر السنة كم نسبة الزكاة؟ الزكاة في أمور المضاربة لأنها تجارة تجب الزكاة فيها في أصل المال مئة ألف وفي الربح المحقق لك كرب المال يعني مثلا صار مالك آخر السنة مية وخمسة آلاف أنت تدفع تنين ونصف بالمية من مية وخمسة آلاف من مية وخمسة بالنسبة للمضارب مادام هو يكتسب هذا المال الآن يحسب له الحول من يوم تسلمه الربح وهذا الربح إذا بلغ النصاب النصاب حوالي تقريباً الآن 16-17 ألف ريال يعني حوالي أربعة آلاف دولار إذا بلغ هكذا حال عليها الحول تجيب عليه الزكاة وإلا لا تجيب عليه الزكاة لأنه لا لسه لا يمن لكن إذا كان له مال آخر فيضم هذا المال إلى بقية أمواله ويدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5% عند حولان الحول فمثلاً إذا كان لدى الشخص مبلغ من المال فلنفرض 100 ألف دولار أو ريال مثلاً من ناحية الشرعية الأفضل حتى لو لم يكن قادراً على استثماره بنفسه لعدم وجود الخبرة أن يدعه لدى بنك إسلامي في حساب التوفير أو في حساب الودايع حساب التوفير أو حساب الودايع شرعاً مضاربة فأنت رب المال صاحب المال والبنك يضارب يتاجل لك ثم هذه الأموال في آخر السنة إن شاء الله ربحت 5% ربحت مثلاً 3% أصبح 100 ألف مثلاً 105 ألف ريال أو دولار هنا تأتي مسألة الزكاة بالنسبة لرب المال صاحب المال بما أنه مالك للنصاب شرع النصاب يعني 17 ألف ريال وما فوق بما أنه مالك للنصاب على طول عند حولاني حولي أو عند نهاية المضاربة أو عند التوزيع للربح أو بخاصة عند كل شخص له حول فعند حولاني يحسب فيقول والله أنا كان عندي 100 ألف والآن صار 105 يدفع الزكاة عن 105 طبعاً 2.5% ولا تختلف بالمناسبة الزكاة المضاربة في أي شيء كل ما في الأمر ساء كان نقوداً ساء كان بضايع فهي تقوم بقيمتها السوقية أو سيولة إذا كانت سيولة وبالتالي تجيب الزكاة بنسبة 2.5% نعم قد يكون هناك فرق في مسائل زكاة الأسهم إذا كانت للتجارة أو إذا كانت للاقتناء هذا ممكن لكن بالنسبة لأموال التجارة تجيب فيها الزكاة مطلقاً حتى لا سامح الله لو لم يربح يعني مرات بعض الناس يقولون يا فلان أنا خسرت كان عندي مرات ما شاء الله ناس يقول أنا عندي كان عندي عشرة ملايين اليوم عندي ثمانية ملايين يعني خسرت ملوانين كيف أدفع الزكاة الشريعة تقول ثمانية ملايين فلوس والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم وقال سبحانه وفي أموالهم فهذه الأموال أموال نعم لو لا سامح الله خسرت إلى وبلغت الفلوس ونقصت إلى أقل من 15 ألف ريال نعم ذلك الوقت فقدت النصاب ما دمت مالكاً للنصاب تجيب عليك الزكاة بنفس النسبة ربحت تضيف الربح خسرت تحسب زكاتك على الموجود أما بالنسبة للشخص المضارب يعني ولا نتكلم عن البنك فيما لو كان شخصاً فلنفرض أن تعطيته لزيد هذه 100 ألف وربحتم 10 ألاف وقسمت الربح 5 و5 إن كان صاحبنا المضارب المتاجر إذا كان ليس له مال إلا 5 5 ما تجيب فيه زكاة لأن 5 أقل من النصاب النصاب في حدوث 16 ألف 17 ألف لكن إذا كان عنده أموال أخرى مثلاً عنده 20 وصار 5 نعم حينئذ يدفع الزكاة عن 25 ويدفع بنفس النسبة 2.5% فقضية المضاربة حقيقة هي الإسلام يشجع عليها ولذلك ذكر المضاربين مع المجاهدين مع الذين يخدمون المجتمع المجتمع لأن إدارة الأموال تتحقق وحقيقة من خلال هذه الاستثمارات وكما قلت المضاربة تحقق إدارة الأموال وتحقق كذلك إدارة الطاقات والخبرات ما يسمى بالموارد البشرية فالموارد البشرية والموارد المالية إدارتهما تتحقق من خلال المضاربة الشرعية علماً بأن النصاب هو 20 مثقال من الذهب أو 20 ديناراً من الذهب والمثقال والدينار أربع قرامات وربع 20 في أربع وربع يطلع خمسة وثمانين قرام من الذهب الخالص أي أيار أربع وعشرين وإذا كان عيار 22 يطلع في حدود 92 قرام قيمة هذه الكمية هي النصاب اليوم بما أن ذهب غالي في حدود 17 ألف لكن في بعض الأحيان تنزل قيمة 85 قرام من أيار 24 في حدود 10 ألاف أو 8 ألاف هذا هو النصاب النصاب يعني أدنى شيء تجيب فيه الزكاة أدنى شيء ثم كلما ارتفع ليس مهماً المهم أن يكون لأن هذا أيضاً ما يسمى حتى في عرف الغرب يقول هناك أموال يتسامح فيها في الضريبة يعني هناك نسبة ونصاب أيضاً لا مؤخذة في الضريبة يعني ليس كل مال تجيب فيها الضريبة حتى في العرف القانوني هكذا نحن ليس كل مال تجيب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وتوافرت بقية الشروط تبين لنا من خلال هذه الحلقة من برنامج فقه الاقتصاد الإسلامي حقيقة المضاربة الشرعية والفرق بينها وبين المضاربات المحرمة في البورصات العالمية وتبين لنا كذلك أن عقد المضاربة عقد مهم جداً جداً يخدم أمتنا الإسلامية ويطور ويشغل جزءاً كبيراً من الطاقات البشرية والطاقات المالية بالإضافة إلى ذلك بينا الزكاة في قضية المضاربة وبينا كيفية النصاب في الأموال التي تجب فيها الزكاة ونرجو أننا قد قمنا بما هو المطلوب من حضراتكم في هذه الحلقة وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته